هناك أمل الآن لمساعدات وعقوبات قاسية من قبل الاتحاد الأوروبي وهذا ما سنتحدث عنه الآن من خلال هذا الإجاز السريع فيتضاعف المأزق السياسي والاقتصادي الذي غرق فيه اللبنانيون بسبب ممارسات الطبقة السياسية هناك والآمال معقودة على استئناف محادثات فاعلة وعاجلة مع صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات هذا بناء على وعود نطلقها الاتحاد الأوروبي بهدف تحفيز أساس اللبنانيين لإخراج البلاد من أزمتها على أن يدشن برنامجا للمساعدات المالية بمجرد إقرار برنامج صرف يتبع صندوق النقد الاتحاد الأوروبي عرض أيضا الإقدام على خطوات إيجابية بدءا بمباشرة مفاوضات لأولويات الشراكة مع لبنان بين 2021 و2027 لكن تلك المفاوضات مرهونة بتشكيل حكومة جديدة في لبنان والقيام بإصلاحاته هو شرط قال الأوروبيون إنهم لن يتنازلوا عنه إضافة إلى الحصول على قروض ميسرة من الاتحاد الأوروبي وذلك من خلال تمكينه من الوصول إلى إمكانات الخطة الاستثمارية المتعلقة بدول المتوسط كما أبدت بروكسيل استعدادها لإرسال بعثة من صندوق النقد الدولي للتعاون مع الحكومة اللبنانية فور تشكيلها إضافة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق برفع مستوى المجتمع المدني أي دعم المجتمع المدني اللبناني في مقابل كل تلك التحفيزات لم يغفل الأوروبيون بحث خياراتهم لممارسة ضغوط على الطبقة السياسية في لبنان لكنه سيحتاج أولا لوضع نظام للعقوبات يمكنه من ممارسة تلك العقوبات على شخصيات مقربة من دوائر السلطة مسؤولة عن إطالة أمد الأزمة وقضايا فساد بيد أن هناك انقسامات بين دول الاتحاد حيال نظام العقوبات لكن القوتين الرئيستين بالتكتل فرنسا وألمانيا تؤيدان في الواقع الفكرة نظام العقوبات هذا سيشمل فرض حظر على دخول الاتحاد الأوروبي وتجميل أموال وحظر إتاحة أموال أو موارد اقتصادية لأشخاص تشملهم هذه العقوبات ترجمة نانسي قنقر